موسيقى موسيقى هنشوف مع بعض كده زي اللي احنا شكله قدامنا كده دول 2 أبلز وانا عندي هنا 3 أبلز يبقى كده كلهم كام اقدر اقول عليهم 5 أبلز فممكن اقول دول like term لانهم زي بعض قدرت اجمعهم واقول كلهم على بعض دي كده 5 أبلز ممكن اقول بدل كلمة 5 أبلز كتير علي ممكن اقول 5 A 5 X اي سيمبل زي ما اتفقنا مع بعض اللي ده اسمه algebraic term ده هو بقى فيه number of symbols فممكن اقول 5 A طيب لو انا عندي هنا بقى 3 أبلز وهنا 3 أورنج ينفع اقول ان دول like هل دول شاب يعني هما نفس ال numbers نفس العدد هل هما دول like شبه بعض بالزبط لا طبعا مقدرش اجمعهم مقدرش اقول دول 6 أبلز او 6 أورنج لان دول مش زي بعض فبقول عليهم unlike يبقى ده معنى كلمة unlike terms اللي هم مختلفين حتى لو كان لهم نفس ال number لكن دول مقدرش اجمعهم مع بعض فانا لو قلت ال apples 3 A مثلا والورنج 3 B يبقى انا عندي كده 3 A plus 3 B دول كده unlike مقدرش اجمعهم بسيبهم كده في السمبلست form مقدرش اقول 6 A B لا ما ينفعش طيب انا كده عندي like term اقدر اجمعهم مع بعض يعني ايه كلام ده يعني لازم السمبلز تكون هي هي نفس السمبلز والpower بتاعها برضو لازم يكون نفس ال power طيب تعالوا نشوف اكزامبل اكتر عشان نفهم انا عندي 2 A و A و negative 5 A اهم حاجة هنا في A ده ده simple وهنا A وهنا A خلي بالك ال A مع لهاش power تمام يبقى لازم كلهم ال A برضو ما يكونش عليها power طيب ال 2 يا مستر هنا مفيش 2 مفيش مشكلة انا عندي 2 A و A و negative 5 A دول كلهم اسمهم like terms يبقى like algebraic terms طيب 2 X power 2 Y for Y X power 2 اهم حاجة كده X power 2 اهي هنا في X power 2 تمام Y هنا في Y تمام خلاص دول ايه نفس السمبلز بنفس الباور يبقى دول like algebraic terms طيب نشوف اكزامبل تاني 2 X minus 3 X power 2 and 7 X power 3 هنا بقى عندك X X to the power of 2 X to the power of 3 طبعا دول ايه الباور بتاعهم مختلف ما ينفعش يبقى دول and like unlike terms يبقى هنكتب هنا انه دول unlike terms طيب نشوف اكزامبل تاني طبعا ليه السبب؟ الباور بتاعهم are different الباور different بسيمبل زيه هي لكن الباور different يبقى ده ينفعش نشوف كده اكزامبل تاني مع بعض 4 X power 2 5 X Y and negative Y power 2 عندك X power 2 في الفرست او الفرست term X power 2 الساكن تر مفوش X power 2 في X بس بس مفوش power 2 يبقى ده ما ينفعش وهنا ما فيش X برضو ما ينفعش يبقى 3 terms دول برضو اقول عليهم unlike terms يبقى اقول كده unlike terms because their samples are different السامبل بتاعتهم مش زي بعض طيب نشوف حاجة تاني adding or subtracting like algebraic terms ازاي نقدر نعمل adding او subtracting في الالجيبريك terms تعالوا نشوف اكزامبل كده add 5A 3A A 6A all of them are like terms يعني كلهم like اقدر اجمعهم مع بعض زي ما قولنا كده لو في عندك apples وapples ما تقدر تجمعهم كلهم في بسكت واحدة كلهم حاجة واحدة طيب نعملهم ازاي؟ تعالوا نشوف كده الطريقة بتاعتنا ادي اول حاجة هنعمل ما بينهم علامة 5A 3A plus A plus 6A دول كلهم like يبقى اقدر اعملهم connect او اجمعهم كلهم في مكان واحد يبقى 5 plus 3 طيب خلي بالك ان ال A مفيش coefficient يعني فيش number مكتوب احنا اتفعلنا مع بعض لو ال A مفيش number مكتوب قدامه يبقى ده 1 ومش هيكتب لي في السؤال ال 1 ده لكن انا اكتبه النفسي طيب اول خطوة احنا عملنا ايه؟ 5 mehrere و THE 1 و THE 6 عملنا وanzOSH مفيشانllت كلها 5 plus 3 plus 1 plus 6 احنا هم العادة عادة 5 plus 3 8 1 يبقى 9 9 plus 6 ، ح занимو perch الانصر بتاعتنا 15A يبقى انا عشان اعمل Add لالترمز اللي عندي جمعت الكوفيشنت ونزلت السمبل بتاعي از ما هو تمام اكزامبل ثاني اتأكد الاول ان ال a b power 2 دولايك ادي ايه فاول ترم ايه 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 تمام ال b power 2 ترم الاولانيت b power 2 b power 2 b power 2 ب power 2 كده دولايك ما يفرقش معاي النمبرز طيب هناكتب بقى زي ما اتفقنا النمبر دي كده نحبته منهم بلاس او مينس حسب الاسعلامة بتاعتنا ادي 7 A B power 2 plus negative 2 B power 2 A plus negative 4 B power 2 A plus A B power 2 طيب نبدأ الاول A B power 2 ده الواحد ونبدأ نكتب الكوفيشنت الاولين الكوفيشنت بتاعه 7 وبعدين plus negative 2 plus negative 4 plus مفيش هنا حاجة وانا هنكتب ايه 1 يكتب بالشكل اللي قدامنا ده ادي 7 plus negative 2 plus negative 4 plus 1 طيب هنبدأ نعمل plus للنمبر اللي يتمثل الكوفيشنت عندي يبقى انا عندي 7 و negative 2 ها يديني 5 5 minus 4 ها يديني 1 1 plus 1 ها يديني في الاخر 2 يبقى 2 A B power 2 تشوف اكزامبل تاني subtract هنا بقى كلمة subtract يعني هعمل minus ودايما كلمة subtract لازم ابدأ بعد كلمة from لازم ابدأ بالexpression اللي بعد كلمة او term اللي بعد كلمة from فهعمل 7x1 minus 5xy دي طريقة الكتاب بتاعت 7xy minus 5xy دول like ودا مش like like طبعا 7 minus 5 يديني 2 يبقى الإجابة 2xy يبقى انا عملت كده الكوفيشنت الأول 7 minus 5 فهي يديني 2 يبقى الإجابة 2xy number 2 negative 3 A power 2 B power 2 from 5 A power 2 B power 2 قلنا كلمة subtract هنعمل minus ونبدأ بعد كلمة from يبقى 5 A power 2 B power 2 minus negative 3 A power 2 B power 2 طيب تعال نشوف شكلها اه خلي بالك بقى minus minus دي كده هتتقل بايه plus يبقى انا عندي 5 A power 2 B power 2 plus 3 A power 2 B power 2 تمام كتبنا بالشكل ده دول like ولا مش like اتأكد A power 2 A power 2 موجود B power 2 B power 2 تمام يبقى قدر اعمل plus الكوفيشنت اللي هو 5 plus 3 هيديني 8 يبقى الإجابة 8 A power 2 B power 2 تمام هدي number 1 بيقولي 6X plus 7Y plus 4X minus 3Y هنعمل adding the like term خلي بالك انا ممكن اعملهم في circle او عمل underline the like term 6X ودي 4X ممكن اعمل ده circle عشان ما تلغبتش ولما اجي اخد الترم هاخد الترم بالسين بتاعة النمر اللي قدامه على طول انا عندي 6X plus 4X دول like ممكن اخد الX الوحده كده ادي 6 انا رتبتهم ادي 6X plus 4X 7Y minus 3Y وهاخد بعد كده ال6X زي ما اتفقنا الوحده plus 4X و7Y minus 3Y 6 plus 4 already تبقى 10 وهنا 7 minus 3 4 يبقى 10X plus 4Y وما ادرش اعملهم plus تاني محدش يقول لي انا هعمل 10 plus 4 يبقى 14X و Y لا طبعا ده كده simple 4 ما ادرش اشتغل او اعمل حاجة تاني غير كده number 2 6X power 2 هنشوف like term زي ما اتفقنا X power 2 اهو X power 2 تاني X power 2 في الاخر دول كده negative 7X plus 5X minus 3X انا خدت like terms اعملتهم كده باي علامة ان انا قدر لما بص ما اطلق بطش بس انا عندي 6X power 2 minus 4X power 2 plus X power 2 وبعدين عندي جزء التاني خدت اللي هو في الـ X negative 7X وزي ما انت شايف ادي negative 7X انا كتبتها negative 7X محدش ينسى الصين اللي قدام 7 plus 5X minus 3X هنعمل X power 2 هنبدأ بالكوفيشن 6 minus 4 plus 1 6 minus 4 يبقى 2 2 plus 1 يبقى 3X power 2 والنحية التانية عندي negative 7 plus 5 هيديني negative 2 minus 3 يديني negative 5X نشوف اللي انسر يبقى 3X power 2 minus 5X زي ما احنا قلنا طيب لو انا عندي 3X power 2 plus negative 5X ممكن اكتبها بالشكل ده على طول 3X power 2 minus 5X طيب نشوف مع بعض بقى اكزامبل تاني complete ممكن الاسئلة بتاعتنا تيجي لي بشكل complete يعني من الشرط يجي لي simplify او يجي لي يقول لي add the following or subtract ممكن السؤال يجي لي بالشكل ده كده the result of subtracting 3A from 7A خلي بالك احنا قلنا كلمة subtracting هنعمل minus وهبدأ بعد كلمة from يبقى 7A minus 3A 7 minus 3 ديني كام 4 هو حد يكتب 4 بس لازم اكتب 4A تمام نشوف number 2 the result of subtracting 2X from negative 3X برضو هنبدأ بعد كلمة from negative 3X minus 2X هيديني negative 5X نشوف number 3 5X decrease 3X by كلمة decrease يعني بيقل 5X decrease 3X by كام كلمة decrease برضو هنلاقيها عاملة زي كلمة subtract from 5X decrease 3X يعني 3X تعتبر اكتر فانا هبدأ برضو بعد 3X الاول تبقى اللي اجابة هبدأ الاول زي ما اتفقنا 3X minus 5X كلمة decrease زي كلمة subtract from هنبدأ بالتاني ترم يبقى 3X minus 5X يبقى negative 2X number 4 5A increase 3A by كام طيب خلي بالك بقى كلمة increase برضو معناها ان احنا هنعمل minus بس مين الاكبر 5A increase يعني 5A هالاكبر فالمرة دي هبدأ ب5A minus 3A يبقى هنا المرة دي هبدأ بمين بال5A من زي ما عملت في decrease و subtract from يبقى 5A minus 3A هيديني 2A تمام نشوف اكزامبل تاني هنا اكزامبل فيه فكرة شوية بيقول لي F4X minus Y equal 11 Y equal 3X زين X equal كام عايزنا اجيب ال value بتاعت ال X بكام طيب احنا هنعمل direct substitution هنشير ال Y ونحط مكانها 3X بقت 4X minus 3X هيديني 11 يبقى انا عندي 4X minus 3X اللي هي X الوحدة equal 11 يبقى اللي جابة بتاعتي 3X equal 11 يبقى الانسر 4X minus 3X equal X زين ما اتفقنا وعملنا يبقى ال X بتاعتنا equal 11 بكده يبقى احنا انتهينا from lesson number 2 and goodbye and see you soon فهمت الدرس ده وقت الطبي مع تدريبات واختبارات نافس حمل الان